طيب كده اشتغلت اه طيب فخلاص بعد ما شروح لك بعد ما ادك ارضية كده عن الكورتزول طب احنا فيه الكورتزول لما حدي بيسمها الكورتزول اللي هو بتخلي معيني اللي هو فيه الناس بيتخاف لكن طبعا هو بيشروح لك الحاجات الكويسة في جسمك فقال لك انه هو بيفيدك في الادابتشن بطاقلهم لو فيه استرس جالك وكذا لكن فاكت السؤال في منطقة تانية بيقول لك بقى ايه وط هرمون ايه هو الهرمون اللي بيأكتف الكورتزول ده اللي هو بدا اشتغلتك في الفايد بقى هو بقول لك بقى وط هرمون اكتفات the hypothalamus pituitary adrenary axis الفكرة هنا ايه ان احنا عندنا فوق فوق ان الhybotheramas 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 بتفرز رسالة بتدي اردر كده اوامر للبتوتر الجاني خاص بالتوتر الجاني والبتوتر الجاني بتروح على الادينالكورتكس هنمشي احنا دوقتي بايدنا هنمفصل يعني الادينالي الجاني بتروح على الادينالكورتكس تقولي الادينالكورتكس الثريزي الكورتزول عشان يعملينها حاجات الحلوة ده خلاص فالفكرة هنا بقى هو بيسألك الحتة دي هو بيسألك الحتة دي ان الخطوة دي اللي بيحصل فيها ايه هو الهرمون اللي بيجي من الhybotheramas من فوق خالص الhybotheramas دي اعتبر الوردرات بتاعت الايه ال nervous system فهو يقول لك ايه هو الهرمون اللي بيجي من الhybotheramas الادينالكورتكس يروح على البيتويتر Rebelante وساعتها ابقى البيتويتر 깔� تروح على الادينالكورتكس وتقوليها تفلز الكورتزول طبعاً انا شيفين قصه طويلة يعني بس حاليا دي دايما الفكرة فيengo الهرمونيات كل رحمة الجسمك او الاغلب يعني ان البيتويتر Template هي اللي تتحكم فيها بيسموها حتى البيتويتر الجلان دي بيسموها الماسطرовать يعني هيى المزطر بتاع globe البيتويتر الجليان بتروح على الادينالكورتكس دبقى اللي ي lurحى التفرزة Derbic Cortic دبيقولبي السود PRESIDENT Majestogram الهرمون اللي هو Derbic Corticolibrin الكورتيكو لبرين كلمة كورتيكو جاي من كلمة الكورتيزول أو الكورتيكس كورتيكو وكلمة لبرين معناها تحرير فأنت أول ما الهرمون ده بيجي الكورتيكو لبنين بيجي من نهي وسانوس هنا فالبيتوتري جلاند تستلم الأوردر دوت من نهي وسانوس تقوم جاي البيتوتري جلاند من دي الأوردر بتاعها الأدريناي جلاند اللي هو بقى اسمه ايه فهو اسمه الأدرينا كورتيكو تروبين هرمون فده بقى التاني أوردر بيجي من البيتوتري جلاند للأدريناي جلاند تقوم جاي بقى الأدريناي جلاند في الآخر خاص ومطبع عليك الكورتيزول خاص؟ فهو هنا بيسأل على أول أوردر اللي هو بيطلع من ايه من النهي وسانوس دي البيتوتري اللي هو الكورتيكو الكورتيكو لبرين خاص؟ ده أول هرمون الكورتيكو لبرين فأنت بتعرف الهرمون دوت اللي هو بقى عرفت الزن هو بيسألك عليه قالك بيسألك بقى بين اللينك بين الهايبوثيرمس وبين البتوتري جلاند فأنت بتقوله ايه الكورتيكو لبرين بيطلع من الهايبوثيرمس بيروح على البتوتري جلاند يقول لها اد الأوردر للأدريناي جلاند انها تفرش الكورتيزول الكورتيزول بقى يتم أفوازه ويعمل لك الأدوار المهمة نعيشي طيب ده سؤال في دوا من ضمن الأدوية انت بتعرف من خمسين ولا من مية خمسة وسببين حد يأكد لنا طيب سأنتأكد ما رجل ما رجل نحن أفوازنا عبد المعادة معادة يا شباب انتوا مفروض تبدأوا من مية وخمسين ولا مية وخمسة وسببين مية وخمسة وسببين ماتوا كنتوا مش متابعين قبل كده سأنتأكد لو كده نبدأ مية وخمسين مية وخمسة وسببين مميتين مزبوط مية وخمسة وسببين مميتين طيب الدكتور دكتور خالد كان كاتب مثلا كان هو كاتب دكتور خالد مية وخمسة وسببين لس انتوا قولوا انتوا المتابعين يعني مية وخمسين نبدأ مية وخمسين اه ممكن قول حاجة يا دكتور اتفضي يا دكتور هو انا كنت حاضرة اول مبارح هم مبارح ما اخدناش مش عارفة لي فشان كده احنا اه اه مبارح وقع منينا فشان كده 150 نهارده هو الدكتور فخالد فكر بعد ان انتو اخدتوا يعني ام فو احنا ما اخدناش مبارح لا ما بعدش لينك خالص اه تماما نلجأ نافذة لا فيش مشاكل نيجي على 150 مية وخمسين مية وخمسين مية وخمسين مية وخمسين طيب هنا في السؤال مية وخمسين شوفوا نقرأ السؤال سوا هو بيقول ايه يقول والله during gastric resection ما كنا عايزين نشير حتة من ايه من gastric اللي هي المعدة ماشي طيب بيقول ايه اللي حصل بقى يعني هي عملية جراحية صح لما بنعمل ايه عملية جراحية بنقول ايه محتاجين احنا ندي اه حاجة تهدي ايه عشان يعرفوا يدخلوا التيوب لو عايزين يدخلوا تيوب تلاقي كده البيشانت كده مسترخي ومستريح عشان يعرفوا يشتغلوا ماشي فدايما انه هو قالك انه كانوا اتعمل ريلاكسيشن للمصر تمام فيقول لك بقى ان احنا خلاص يددنا المصر يقول لك بقى عايزين بقى نراجع طبعا هو لما بياخد مصر بيبدأ يعمل ريلاكسيشن لكل حاجة بيبدأ يعمل ريلاكسيشن للجسم وهو ده مثلا هنا كان رايح على الامعاء وكده فبيعمل مصر ريلاكسيشن في الامعاء لكن المشكلة بقى اللي بتحصل ايه ان المصر ريلاكسيشن احنا بيحصل كذلك في العضلات المسؤولة عن التنفس فبتلاقي التنفس بيبدأ يهدئ وده الخوف اللي بيحصل لما انت بتدي واحد مخدر وبتدي له مصر ريلاكسيشن أثناء السيرجيشن بتخاف ان المصر ريلاكسيشن ده يسبب انهيبيشن للرسبيليشن فالعضلات اللي مسؤولة عن التنفس كذلك بيحصل لها ايه؟ ريلاكسيشن فبيقولك بقى ان احنا خلاص عايزين نرستور نراجع بقى لإيه؟ السبونتينيوس ريسبيليشن عشان كده اديناله اللي بروزارين بيقولك بقى عشان كده احنا اديناله ده ده اللي هو اللي بروزارين ده بقى فكية السؤال بيقولك بقى اللي بروزارين اللي هو بيعمل مفعول عكس المصر ريلاكسيشن بيعمل مفعول عكس المصر ريلاكسيشن بيقولك بقى hmm cardi first large group ايه هي الجروب بتاع الابروزارين فالابروزارين دوت الجروب بتاعه هو codynosterase Inhibitor يعني ايه 님 ايه احنا عارفين ان المسل بتتاكتف عن طريق ايه المسل اول ما بيروح لها الاسد الكولين يحصل لها ايه بيحصل لها دي الاغتيفاشن ده هو الريسبتور اول ما الريسبتور اللي في المسل اللي هو ده بيستريم الاسد الكولين بيقوم جاي ايه مشتغل المسل بتقوم جايشة طيب انت جت بقى احنا محتاجين بقى في الحتة ديت عشان نرجع المسل ان هي تشتغل تاني انقوم جايين شغلين على انظام في الحتة دي في انظام بيقوم جاي يماسك الاسد الكولين ويقوم جاي مكسروا كده مكسروا كده لي Neil كلين الله تما انت الاسد الكولين اللي مفروض يأكتب المسل الانظام دوت اللي هو اسمه kolin esteraz الانظام ده جاي وشلك الاسد الكولين جاي كسرلك الاسد الكولين وحولولك لكلين فالمسل بتاعتك الهنا المسل pequeña المسل ريسلته ده معادش يلاقي الأسجر الكولين اللي هو بيشغل ماثر فأنت بقى عشان انت تشغل النصر بتقوم جاي موقع في الانزام ده تقول له سيب الأسجر الكولين الجميل بتعمل اللي بيشغل لنا المصل سيبه وخليه اشت theirs فالأدوال اللي بتشغل المصل بتعمل ايه بتقوم جاي جاي على الإنزام اللي بيكسر الأسجر الكولين بيكسر ده ويتقوم جاي موقع فيه تعمل له هن pelig خomi فمعناها ايه بقى ده هو الليلكНет وأستر كولين وده الأستر كولين استريز اللي بيكثل الأستر كولين ف tensions فحنا نقولو منيkiين شغاليين على الأستر كولين استريز بنوقفو بنقولو سيب الأستر كولين بتاعنا ده علشان يأكتف المسل بتاعتنا علشان يحصل ايه المسل تشتغل الثاني فدية الفكرة من ال terme فتمنعه من انه هو يكثل الاسيت الكولين فالاسيت الكولين عندك يزيد فيروح ويشغل المسل تاني خلاص ده اسم ال sounds pel골 ودي الميكانيزم dis Buddle ده البروسيرين ودي الميكانيزمini進 Buddle البروستيرين ان هو بيروح وبيمنع تكسير الاسيت الكولين فلو منع تكسير الاسيت الكولين الاسيت الكوين عندك يزيد في جسمك فبالتاني يشغل المسل المسل تشتغل بقى وتبدأ ايه زي ما هو قال كده تبدأ ترجع بقى الايه تبدأ ترجع خلاص طبعا الفكرة يعني ده فكرة شغل اللي هو بيتكلم عنها لكن برضو هتيجو بعد كده في أسئلة تانية هتتكلم عن الديوجاكورالين وإن هو بيشتغل ازاي خلاص هتيجي برضو في الأسئلة بتاعتني ان شاء الله طيب هنا لما بنيجي بنتكلم على الأنواع الهايبرليبيديمية يعني يا هيبرليبيديمية هيبرليبيديمية هيبر يعني زيادة ولبد يعني زيادة للليبد خلاص فهنا في السؤال بيقول ان الراجل دوت أو الراجل دوت 67 year old man consumes eggs وبورك وفات وبتر ملك والدنيا عنده يمفتح على الآخر خلاص فهنا بيقول لك ال blood test result A لقوا ان نسبة الكورتيزول عنده الكوليسترول عنده زيادة جدا خلاص نسبة الكوليسترول زيادة جدا التوتال لبيدس عنده زيادة التوتال لكن أهم شيء أهم شيء ده اللي بيحسن لك الموضوع أنه هو قال لك إيه أصلا أنواع اللي بدي كثير hyperlipidemia 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 أنت محتاج تعرف hyperlipidemia type 2 محتاج تعرف hyperlipidemia type 2 الhyperlipidemia type 2 بتعرفه على طول لما بتلاقي LDL شايفين LDL low density lipoprotein low density lipoprotein فلما بتلاقي LDL أحيانا بيسموه bad kohlestrol خلاص لما بتلاقي LDL زايد في ده 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 النوع الثاني من hyperlipidemia hyperlipidemia type 2 A type 2 A خلاص بيكون نسبة الكوليسترول زايدة مع نسبة اللي تراي أسل جلسترول مع نسبة اللي تراي أسل جلسترول اللي تنب بيكون زايدين تمام فأنت تعرف على طول أو متلاقي LDL وتلاقي معها اللودينسي الابوبروتين دي زايدة وتلاقي نسبة الكوليسترول زايدة بتقول لي أنت معا الطيب 2 A الطيب 2 A الطيب 2 الثانية هتقولها في الأسئلة لما بتيجي لكن الطيب 1 بيحصل الأسئلة مع الحاجات الأساسية خلص من البداية يعني ماشي وهي هتقولها وستدائما نعرف أن LDL LDL بتكون مع الطيب 2 هي لها صورة مجمعهم كل الجدول كده مجمع الأنواع ديت لكن ممكن نكون معالتش حساب نحن نشرح من هنا طيب نيجي هنا الأدوية كترة جيبهم وراء بعض فهنا جاب سؤال عن البنسلم فكرة البنسلم إيه الانتيبيوتكس أو المضادات الحيوية لما بنيجي نقسمها بنقول والله فيه انتيبيوتكس بتقتل البكتيريا عن طريق إنها بتروح تدمر السيلول خلاص بتروح تدمر السيلول بتاع البكتيريا فيه كلاس تاني يقولك لا الانتيبيوتكس ديت بنستخدمها عشان نوقف البروتين سينسيس في البكتيريا نمنع البكتيريا نتعمل البروتين سينسيس كلاس تاني يقولك لا أنا هضرب البكتيريا من ناحية تنى يقولك أنا هضرب البكتيريا من ناحية إنها همنع البكتيريا نتعمل DNA وهكذا دي أسلم كلاسات يعني كلاس ففي كلاس من الكلاسات اللي هي بتضمل للسيل بيكون بيحتوي على البيتا لكتام كلاس بيتا لكتام ف vocabulary دي كلاس من الانتيبيوتكس بيتميزن بأنه بيحتوي على البيتا لكتام دي نوع من أنواع الانتيبيوتكس اللي بيروح للبكتيريا بيروح للسيل وال بتاعة البكتيريا جوم جام مدمر السيل وال بتاع خلاص طبعا أشهر واحد معروف وأول باكتوريا الأول أنتي بيتيك اخترقوه اللي هو البينيسيلين البينيسيلين ده المركب الكيميائي بتاعه فيه البيتالاكتام أنتي بيتيك وي بقول لك أن الميكانيزم بتاع أنتي بيتيك يعني يقوم جاي مانع السلول إنها تتكون عند البكتيريا فيقتل البكتيريا خلاص طبعا عرفت إزل إنه عنده بكتيريا قال لك توتفيت برومكايتس واحد عنده إيه برومكايتس عنده إنفكشن وكده فقال لك إنهما تدروا بيتالاكتام خلاص تدروا بيتالاكتام فبيسألوك بقى البيتالاكتام انتي بيتيك ده إيه اللي في دول بيكون ضمن المكون أو ضمن مركب الكيميائي بتاعه البيتالاكتام دي بتالاكتام رينج بتكون رينج كده موجودة في الorganic structure بتاعة الإيه البنسيل ماشي؟ طيب نيجي لي السؤال التالي هو هنا بيقول إن السيل مبين رست وتنشيل اتشينج فروم إيه من بعد ما كان نيجاتف خمسة وتمانين النيجاتيفتي زادت بقت إيه بقت تسعين فالسيل بقت مور نيجاتف خلاص السيل بقت مور نيجاتف فبس I like بقول لك إزاي حاصل كده إن السيل أو الرست ممبرين بقت مور نيجاتف بقول it can be caused النيجاتفتي لما زادت ديات it can be caused by activation of the following سيل ممبرين الفكرة بقى هنا إيه إن لو قولنا نديدة السيل خاص لو قولنا ندي كده السيل السيل بتكون جواه نسبة البوتاسيوم البوزيتيف الجميل ده بتكون نسبة البوتاسيوم أكتر خاص نسبة البوتاسيوم في السيل من جواه بتكون فلما أنت لو أنت النسبة البوتاسيوم هي براء قولنا إيه إلا لو أنت فتحت البوابة هنا إيه لا يحصل هتقب هو دايما التحرك بيحصل من التركيز الأعلى للتركيز الأقل فتلاقي البوتاسيوم البوزيتيف الجميل بتاعك دوات بدأ يطلع براء صح لو أنت شوى جواه بيكون أكتر وإنت فتحت البوابة دايما الحاجة بتنتقل من التركيز الأعلى للتركيز الأقل وإنت فتحت البوابة دي هتلاقي البوزيتيف بتاعك البوزيتيف بتاعك بدأ يطير براء ويطلع براء فبالتاني أنت عمال تخسر بوزيتيف عمال تخسر بوزيتيف عمال تخسر بوزيتيف فعشان كده السيلة تحولت من أنها كانت نيجاتيف 85 بعد نيجاتيف 90 النيجاتيف زادت فيها ليه؟ بيقول لك أن إيه هو السيل ممبرين اللي لو تأكتب وتفتح هيخليك تخسر البوتاسيوم اللي براء اللي جوة وتخلي البوتاسيوم يطلع براء فتخسره تقول طبعا إنه هو إنه هو البوتاسيوم ماشي طيب مالشي بقى ماتش شغال مش عارف الصوت انت سامين ولا طيب نيجي هنا على السؤال اللي بعد لو في حد مش هو حية الفكرة يقولي عن هذا إن شاء الله السؤال اللي هنا بيتكلم على إيه على فيتامين إيه فيتامين إيه هو الكنج بتاع الأنتي أوكسيدنس يعني إيه أنتي أوكسيدنس مش إحنا عايفين دايما بيقول مثلا إيه كل خضرات وكده عشان خضرات فيها مضادات أكسيدة وتمنعك من الحاجات المؤكسيدة الحاجات المؤكسيدة اللي في جسمك بتضمر جسمك فأنت تحتاج أن تاخد حاجات إيه مضادات أكسيدة بتروح تمنع الحاجات المؤكسيدة ديت إنها ايه اتضمر لك السلميبرين بتاع الخلايا تروح على الـ red blood cells اتضمر لك red blood cells فدي يقول لها حاجات التوباء إيه إيه إحنا كل ثلاثة في جسمك ثلاثة فيتامينات في جسمك بيكونوا مضادات أكسيدة أقوى واحد فيهم طبعا الـ كينج بتاعهم إنه هو فيتامين إيه ده هو the most powerful anti-oxidant خلاص يقولوا كلهم anti-oxidants anti-oxidants مضادات أكسيدة بتحمي جسمك من خطر المؤكسيدات تمام فهو بيقول لك إن يشوف بقى أنت لو الفيتامين إيه ده مثلا إنه ده مستطور في الدور لو الفيتامين إيه قال إيه لا يحصل المؤكسيدات هتخش جسمك وهتدمر لك المؤكسيدات وهمك تروح على المؤكسيدات بتاعة خلاة دم الحمرة تبدأ تقسى الهالة فتعمل هيموليتك أنيميا تبدأ تعمل لك أنيميا نتجع عن تكسير الدم وكده فهنا بيقول لك إن في رادياشن ايونيز رادياشن يعني حصل إشاعات أو فيتامين إيه ديفيشنسي لو أنت ما عندكش فيتامين إيه بيقول لك بقى إيه effect the cell by increasing the lysosome membrane permeability بتبدأ الجدار الخالية بيبدأ الpermeability بتاعته أو النفاذية بتاعته بتزيد الجدار الخالية بيبدأ بوص بيضمر تمام فبيقول لك what are the possible consequences of this pathology لو أنت جدار الخالية بدأ إيه يحصل النفاذية بتاعته تزيد علشان طبعا ما عندكش فيتامين إيه يحميك من المؤكسيدات أو حصل إشاعات حد ما كان فيه مفاعل ناوي بفجر أو كده حصل إشاعات فبيقول إنه هو ساعتها طبعا تزود الpermeability النفاذية بتاعت السلم membrane بتقول إنه هيعمل لك complete cell destruction complete cell destruction يعني هيدمر لك السل خلاص هيدمر لك السل طبعا بيتيجي بأفكار تانية أحيانا يجب لك إن الفيتامين إيه لو ناقص هيعمل لك hemolytic anemia إنه هيكسر السل بس هنا بقى بيسألك السل هنا تحديدا في البلد طيب لو البلد سلزة كسرت لو البلد سلزة كسرت هيحصل عندك ثقل في الدم هيحصل عندك anemia لكن هو هنا جاب لك بشكل عام وهنا جاب لك بشكل عام قال لك إيه إنه يحصل partial جزئي أو complete كامل cell destruction يعني إيه السلزة هيبدأ تتكسر بشكل كامل تتكسر بشكل كامل لو حصل نقص فيتامين إيه طيب هنا في السؤال بيتكلم معلك الحساسية عموما الحساسية لما من البلد الإألرقي فخلاص الحساسية ما لها أقلة في واحد يقولك مثلا عنده حساسية من الشاي في واحد يقولك عنده حساس cement تخذير عند الدكتور ما يقوله بياخد تخذير اما نتكلم عن الحساسية بنتكلم ان هي بتكون رد من جهاز المناعة خلاص رد من جهاز المناعة او من جهاز المناعة حاجة نورمال ضد حاجة اصلا بتكون نورمال فدي بنسميها ايه انت كده بنسميها يعني حساسية طبعا بيقسموا انواع اللي هو الرد بتاع جهاز المناعة ففي الحساسية بنقول انه هو طيب 1 خلاص في الحساسية بتسميها تسميها طيب 1 طيب 1 كله شغال ممكن تسميها ماشي تسميها ممكن في الحالات الصعبة تسميها طبعا اسماء دي كلها مهم انت تقفى في ايما انا فلاكسس ايما اوتوبك ايما رياجن ايما طيب 1 خلاص خذ رياجن برضو دور كلهم الاسماء اللي بتيجي عشان تقول لك ان انت ايه ان انت عندك الالرجي او الحساسية خلاص فهنا بيقول لك ايه بيقول لك 22 year old woman ايه اكلت يعني اكلت لو الاكل مثلا سمك وكده طبعا انها الحساسية دي بيحصل بيكون 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 خلاص ساعتين ممكن دقيقتين بتكون ايه بيتميز انها الحساسية دي تتميز انها بتكون ايه بتكون سريعة انا عرف واحد صاحبي كان قاعد بيشفى بشاي مش عارف بتعمل بطيخ ولا ايه هو ببعدها بساعة وشه وتنفخ وحصل عنده اديمة ويتشنج وراش بدي يحصل عنده كل الاعوام بتالي الحساسية خلاص فالستة دي اكلت سي فوت خمس ساعات بس هيرتورسوا جسمها يعني الاطراف بتاعتها بدأ بيحصل فيها اتشنج وبيوبلز بدي زي راش كده والراش بدأ يلحم مع بعضه وان دي ليتر بدي يحصل الراش ايه يوم بعدها خلاص الحساسية راح تمام فوق كده بيبصفلك في اعراض الحساسية اللي هي نوع من انواع الhybrid sensitivity الhybrid sensitivity اللي هو الatopy خلاص الatopy او الanaphylaxis او ممكن يقول لك type 1 hyper sensitivity ممكن يقول لك الاناف ممكن يقول لك reaction دي كلها ايه حاجات بتعرف النوع عنده حساسية بس احيانا بيلعب لك في المسميات يعني اقول لك atopic anaphylaxis جديدة بالreagent انت بتعرف الاسماء ديه مع الحساسية وانت بتفهم السواء انه في حساسية ستاكد sea food يعني كلنا نأكل sea food عادي المشكلة طيب هنا بيقول during acute hemorrhage during acute hemorrhage the body loses not only the fluid but also electrolyte but also electrolyte يعني الراجل ده اللي حصل معه حصل عنده hemorrhage نزيف قال في السلام acute يعني خسر خسر fluid كتير جدا من جسم فيقول لك بقى انه loses not only fluid مش خسر بس اللي fluid كده مثلا بس ده يقول لك لا وال electrolytes نزيف ده خل يخسر electrolytes اللي هي اللي هي المعادن زي الصوديوم والبوتاسيوم والحيات دي كلها فانت لو في اي حد جاء عنده عنده نزيف بيقول لك بقى what substance solution ايه هي solution المحلول can be used as simple blood substitute blood substitute معناها ايه substitute يعني حاجة مكانة blood blood substitute يعني حاجة تحل مكانة البلد دي انه خسر البلد طب احنا عارفين يعني كلنا عارفين لو اي حد حصل عنده نزيف او كده بنعلق له محلول بنعلق له محلول فانت بتعرف ان المحلول ده بيكون sodium chloride انت بتعلقه للمريض لما بيجي مثلا الاستقبار او كده بتعلق له محلول sodium chloride تبدأ بقى تتحكم في التركيز على حسب الايه على حسب الحالة فانت بتعرف فيه هيموريش او الحاجة فيه هيموريش لو واحد جاء عنده بتجيره محلول sodium chloride sodium chloride ماشي طيب هنا في السؤال بيقول a patient has been admitted to contagious isolation وورده راح للمستشفى ليه راح للمستشفى بيقول له عنده جندس جندس دي اللي هي ايه جندس دي اللي هي الصفرة خاص جندس دي اللي هي الصفرة فبيقول لك ليه عنده جندس عنده هبطيتس 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 يعني فيروس بتروح على الهبط اللي هي اللي هي اللي هي وي بتعمل inflammation في اللي خاص بيقول لك which which of the symptom given below is strictly specific for هبط cellular جندس يعني بيقول لك ان الجندس دي انواع انا عايز اعرف بقى ايه هي النوع ماشي ايه هي السمتم الحاجة اللي هنعرف بيها ان هي جندس صفرة منشأها مشكلة في الليبر هباته شو كان عنده مشكلة في الليبر انها حصل عنده هبطيتس فيروس وبعد كده حصل عنده جندس اللي هي الصفرة فهو بقى بيقول لك انا عايز اعرف حاجة بتعرفني انه عن وهباته cellular جندس ماشي ناكس هالصفحة التالية ماشي نيجي هن فدايما بيكون عندنا انديكيتور كده يا جنع انديكيتور دي بنستخدمها عشان نعرف المشكلة فين الالت الالت وال الا سي ت ال ال دول بتعرفهم بتحفظهم زي اسمك الالت وال الا سي ت دول بتلاقيهم زايدين في الدم جامد لما بيحصل مشاكل في الليفر خاص لما بيحصل مشاكل في الليفر فبتلاقيهم زايدين جدا في الدم بيبدأ انت لو شكيت الناج ده عنده مشكلة في الليفر فعايز تتأكد بالموضوع بتروح تدور على الدم على حاجة اسمها ال الا وال الا بتلاقي بعد كده في شوية przedstaw أو حاجات بتستخدم في التحليل عشان تعرف ان في مشاكل في المسئل يعني مشاكل في القلب بيتوب يعني ال الا وال الا س بيفرز في الدم بيتم يفرزهم في الدم عندما في حصل leather d يعني بيحصل liver damage او مشكلة في liver بيتم افراز الايه ال-Alt وال-ACT ماشي؟ طيب 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 هنا دا سؤال باثنطرولوجي طب دا يا دكتور هو زيادة البلوروبين بردو ممكن تعمل جنزي بالزابط قال بس هو عاوز حاجة سبسيفك يعني هو الهايبر بلوروبين دا ممكن يحصل لو فيه تكسير في الدم زياد مسلا طب؟ واحد عنده hemorotic anemia او حاجة زي كده فهو تقول لك انا عاوز حاجة سبسيفك يعني هو اقلك في السؤال انه عاوز حاجة سبسيفك لالهيباته سيولار جوندس يعني احدد بيها ان مشكلة دي في الـ liver بيش مسلا دا عنده تكسر في الدم او كده لا عايز اعرف حاجة يعني تست كده بتعمله بينفيلك كل الاحتمالات التانية وبس بيركز على حدة الـ liver يعني فده اللي هو الـ ALT والـ ACT تمام؟ اليوندس طبعا هتقولها يعني في التفريق بينها والـ الـ Conjugated والـ Unconjugated وكده لكن هو بس هنا عاوز الـ Indicator حاجة بتفرز في الدم لما بيحصل liver damage بتجيبها عضو الـ ALT والـ ACT تمام؟ طيب دا سؤال في الباثمالفولوجي هو سهيد وقالص يعني كعادة اسئلة الباثمالفولوجي بتكون بسيطة وسهلة انت ورس بتبص على الايه؟ على المعطيات الشكلية مورفولوجي يعني شكل فانت تبص على المعطيات الشكلية اللي في العينة اللي معاك فبيبدأ اقولك مثلا ان في صديد تسميها Suburative بيبدأ اقولك ان في فايبرس تسميها فايبرس وهاجة اشتركوا في القناة دكتور سطرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ايه هو لا قدري ما زي حدس لكن هنكمل بقى على الاب اه طيب طيب نازلنا الصوت هنا افضل نرجع ليه الاسطيل الاديم على الاب ونروح للاسئلة لو احتجنا حاجة هنرجع لها على العيب ان شاء الله بقيقة بس اشتركوا في القناة 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 الآن طيب سبروفلوكسسين بتقصد إيه السيبروفلوكسسين هذا كان سؤال اللي هو تحت البنسيلون ثم هو السبروفلوكسسين بنعالج بإيه في السؤال بتاع البنسيلون فرش السبروفلوكسسين من حاجات اللي هي بتكون أكتمتل بتهم أكتمتل فتشترك أكتمتل طيب عارفين في السيل السيلسيكل بتكون خلينا نجيب صورتها سريعة في السيل سايكل لما بتكلم عنها نجيب دورة الخلية تمام دورة الخلية نجيب الصورة فلقلنا السيل سايكل سايكل شايفين هنا دورة الايه دورة الخلية فالخلية بتكون في الدورة دي دورة الخلية إنها عارفين الميتوسيز لما الخلية بتنقسم وبنعمل خليتين بنعمل ايه؟ الخلية بتتقسم لخليتين وخليتين تانين كل واحدة منهم تتقسم لخليتين وهجاز التقاصل الميتوسي صح؟ ففي التقاصل الميتوسي المرحلة بتعطي الميتوسيز دي بنسميها الميتوسيز زي ما احنا عارفين اللي هنجيلها دلوقتي لكن قبل بقى الخلية بتعمل ايه قبل ما هي بتكون في الميتوسيز الخلية بتعدي على الايه؟ الفيزيز دي المراحل اللي هي بتتأهل إنها تروح للميتوسيز خاص بتتأهل إنها تروح للميتوسيز ففي الـ G1 بتبدأ خليت تكبر شوية وتقول لنا كمان شوية وهو تعمل ميتوسيز أو هعمل ميتوتك ديفيجن فتبدأ إنها تكبر تعمل عضيات جديدة تعمل ميتوكوندريا جديدة تعمل عنده لازم كتكلم جديد تيجبها هنا في الـ S phase تقول لنا هعمل DNA جديد خلاص من شانا هعمل كمان خليتين جديدة هنا في الميتوسيز نقصاني الميتوزي هنا بقى تقول لنا هعمل DNA جديد أحيانا بيسألك بقولك DNA replication بيحصل في عنهي phase بتقوله في الانترفيز الانترفيز دي بتشمل كل المراحل اللي قبل الميتوزز خلاص فبتقوله يئمة في الانترفيز يئمة تحديدا لو سأللك بتقوله في الاس phase ماشي طيب الجي تو بقى الجي تو نفس الكلام بتبدأ ان انت تنمو أكتر تعمل ميتو كوندريا أكتر وهكذا يعني الاتنين دول بيكونوا نمو هنا growth وهنا growth وهنا بيكون في الاي هنا بيكون في DNA replication بتعمل DNA جديد تيجي بقى خلاص خلصت انت وتأهلت ان انت تدخل على روحات الميتوزز تيجي بقى تقزم روحي الميتوزز بسيطة جدا يعني انت أول حاجة عندك برو ميتا أنا تلو برو ميتا أنا تلو برو ميتا أنا تلو الميتا بتقول انها في الميدل نسمعها سهلة جدا الميتا في الميدل خلاص احنا لو جينا بقى في الميتوزز نفسها وجينا هنا مسلا على الصورة دي عايزين حاجة مسلا تكون هنا دي كويس فهنا هو مسلا في الايه ده الميتوزز بقى احنا خلاص خلصنا الانترفيز واللي بتكون من جي وان وبعدين اس وبعدين جي تو خلصنا الاس في الانترفيز الانترفيز بنروح بقى عن الميتوزز الميتوزز الانتر ده خلاص الانترفيزهم ده بقى الايه ده كل ده برو ميتا أنا تلو ده انت كده فين انت كده في مرحلة الميتوزز خلاص هتنقسم يعني فالبرو فيز بتبدأ اني شايفين الكرتين دول اللي هما اللي بتقع عليهم الايه اللي بيطلعوا الاسبايندلس دول يعني فبيجي يقولك اني الاسبايندلس خلاص بدأت انها تتشكل شايفين دول مو بتقول ان هي موف تو ده قطب بنقع علي بول وده قطب بنقع علي بول اه اسمه سنترومير افتكرت ده السنترومير بيبدأ يروح كده ايه اه بيبدأ انت يروح كده على الاطراف فيتعرف اني خلاص بدأنا نروح على الاطراف يبقى احنا كده فين في البروفيس الميتة سهلة جدا بتكون في الميدل فبيجي يقولك في السؤال ان الكروموزومات اللي احنا شايفينها دي موجودة في الميدل خلاص بتعرف ان انت في مرحلة الميتة فيز ما بتعرف ان انت في مرحلة الميتة فيز خلاص طيب هنا في الانافيز الانافيز بتكون شايفين اللي حصل من اسمها برضو سهل جداً انت بتقول أنا away أنaphae away anaphase the way انشيوا الكرميزومات ماذا ايه يبقلك ان الكرميزومات move away from each other away فبتقول anaphae بس بحيث قال لكن الكرميزومات move away بتقول ان انا في ال Anaphase طيب قبل ما نطلع من المitter phase المitter phase قلنا في الميدل او بيدللك على ال middle بايه بيدللك على ال middle بايه بقول لك ان هي في Einequatorial plane لكن الكرمزومات متقسمة على الخط الاستوائي ده القطوريال بلاين بتعرفين انت في الايه في الميتا فيز ميتا ميدل او اكويتوريال بلاين ده خط الاستوائي ده طيب والان phase move away from each other التيرمينال التيرمينال دي اللي هي النهاية تيرمينال دي اللي هي النهاية فبتقول في التيرمينال اني بتقول ان نيوكلياس are starting to form نيوكليار منبريا شايفين الكرمزومات دي بقى خلاص راح تهياتها تبدأ تروح في سلة وحدها ودول هيبدأ يروحوا في السلة وحدهم وبعد ان هما يتكون السيل منبريا فقال لك ان السيل منبريا بدأ يتكون نيوكليار منبريا اللي هو جدار النواة بدأ يتكون على طول بتعرف ان انت في التيروفيس يقول لك في السؤال كده النيوكليار منبريا are starting to form بدأ يتكون خلاص يبقى انت في التيروفيس ده خلاص بقى كل واحدة وبعد لها نيوكليار منبريا وهو خلاص ينقسم فالتيروفيس هي اللاست فيس اللي برو فيس هي اول فيس وبتعرف اللي برو فيس بنيقول لك ان المسل سبايندل دوت او بتاع ده السيتو السنترومير دوت بدأ ان هو يروح للأطراف ال 준비 وبيقول لك ان пойдett جدار الخليênio بدأ يتكسر او جدار النواية بدأ يتكسر ويتكسر بي vestian كل الكروموزوم هي رarah لوحهم فى بيتكسر الجدار دوت وكلكروموزوم بروح لوحده وكل الكروموزوم يكون له ال healthier membrane لوحده بعد ما كانهم الاثنين كلهم في Running لا هنا The nuclear membrane يبدأ انه يحصل له يتكسر ويتأهل بقى ان كل واحدة يب test الحاله بقى م Aiشي يعصى استقلالية طيب طيب نرجع للسؤال فهو بعظ هنا في السؤال قال إيه قال إن إحنا في القطططولّى طيب في القططولآه печ merchandising ref-6 خلاص إحنا كده إيه عارفنا إن إحنا فين في القطططوري بتكون في القططع القطط neat الميتة في بقى الانقسام الميوزي بيتميز بحاجة طبعا انه بيكون في second division في الانقسام الميوزي يعني الميوزي هي division وخلصنا شكرا اما في الانقسام الميوزي بيكون في second division بيكون في second division فبيتميزه ازاي بتقول والله لو كان في have Lloyd number يعني half خلاص have Lloyd number يعني have يبقى انت في second طيب تخيل لو شال كلمة have Lloyd يعني العدد كان بتقول ان انت في first تاني الانقسام الميوزي بيكون في two divisions متافيز وعرفناها خلاص لو قال لك حدد لك المكان الكروموزومات بتكون موجودة فيه في الميدل فبتعرف انت في الميتافيز دي المرحلة في الميتوزي اللي بيكون فيها الكروموزومات في الميدل فيز هنا بقى احنا يجبين نعرف عن هي middle phase لان احنا في الانقسام الميوزي فبيقول لك بقى ان ايه ان هنا second phase بتكون معروفة ان هي have Lloyd number have Lloyd number يعني عددها بيكون نص have Lloyd يعني نص have بيكون انت مع ايه مع second division لو قال لك анные تمام طيب اا اااااااا شايفين هنا بقى ااااااااااو hadراج و علاج وايه العلاج بتاع الدرج المرض اللي عندنا ايه الحذاب выглядит الرابو ده على طول الـ drug of choice أحسن الـ drug بتختاره لمرض الرابو هو السلابيوتامول السلابيوتامول مرض الرابو أفضل علاج بالنسبة لك هو السلابيوتامول ليه السلابيوتامول لأن السلابيوتامول ما بيعملش مشاكل في أماكن تانية تمام ما بيعملش مشاكل في أماكن تانية الأماكن يعني في أدوية تانية بتكون بتكون non-selective يعني بتروح تعمل لك مشاكل فيه اللنك وبتعملك مشاكل بتشغل اللنك بس مشكتها بتروح ايه تشغل اللنك كده وتخلات تعمل وكله تمام لكن بتروح تعمل مشاكل فين في القلب خلاص تروح تعملك اكتيفشن للقلب فتلاقي القلب حصل فيه تاكي كاردية انت عمي عايز تروح للنك وعايز تاكتيف اللنك عشان راجع عنده أزمة عنده مرض الرابو فبتديره سيبيوتها مول بس لا فيها أدوية تعمل بقى تروح تشغل اللنك وتشغل القلب فبتعمل لك المشاكل دي خلاص طيب نعرف بقى الميكانيزم في أكشن بتاعة السيبيوتا مول هو بيعالج الأزمة أو بيعالج الرابو الميكانيزم في أكشن هو بيشتغل على البيتا 2 بس اللنكس بيكون فيها البيتا 2 ده الدواء ده الريسيبتور ده الريسيبتور اللي السيبيوتا مول بيروح يشتغل عليه طيب لو كان الدواء دوت بيشتغل على البيتا 2 اللي في اللنج وبيروح بقى بالغلط على البيتا 1 على البيتا 1 اللي هو في القلب زي الإزادرين مثلا فبيحصل مشاكل فين بيحصل مشاكل في القلب فبيكون ليه side effects تاني أما حلوة السيربيوتامول بيروح يعالج الأزمة بس بيروح يعالج الأزمة بس ماشي طيب ده كان الراجل عاوز ينام ماشي الراجل كان عاوز ينام بيقول لك إنه عنده disturbed sleeping يعني مشكلة في النوم أما هو after emotional upset يعني كان عندها مشاكل عاطفية وكده woman has been suffering from disturbed sleep يعني مش عارفة تنام for several days لمدة طويل فهو عايزك بيقول لك إنه إحنا عايزين what what sporific drug would be preferable for this type of insomnia انزومنيا معناها إيه كلمة انزومنيا معناها الأرق ماشي فأنت بتعرف إن فيه الدواء اللي هو nitrozybam nitrozybam بتعرف إنه هو بيعالج الايه بيعالج disturbed sleeping لو حد عنده مشاكل في النوم كذلك لو حد عنده stress واحد متوتر واحد عنده مثلا anxiety وفير وخوف والامتحانات داخل عليه دي كلها بيسميها أدوية مهدئة بتروح تشتغل في الجسم على مكان اسمه الجابة تمام؟ بتروح في الـ CNS بتشتغل على الجابة receptors فبتأكتف الجابة والجابة لما تتأكتف الجابة ديت بيسموها الـ inhibitor receptor الـ inhibitor receptors في الـ CNS في الـ CNS في الجابة receptors بيكون في الجابة receptors الأدوية زي الـ نيتروزبام وزي الـ الـ الحاجات اللي فيها إيه دايزبام بام بام بيسموها الـ أي حاجة في الـ بامز ديت بتعرف إنها بتروح على إيه على الجابة وتشغل الجابة فالجابة ده بيهدي تمام؟ طيب بيشتغل على طبعا الفينوبربيتال الفينوبربيتال مهدئ قوي جدا يعني ممكن الدرجة نوع يدخل الحد في كومة فما ينفعش تدهول الفينوبربيتال ده ما ينفعش تديه لو حد ده مسلا هينام وكده وشوية أرق مش تديره الفينوبربيتال الفينوبربيتال برضه بيشتغل على جابة لكن مشكلته طبعا إن هو إيه ممكن يدخل الراجل ده في كومة حتى بيستخدمه فكام وخدر يعني ناشي طيب هنا بيقول لك كان راجل بيتدرب يعني يعني بيعملوا التست بيقول لك what indicator cannot be measured with this method with this method طيب الفكرة في حاجة إن يعني قبل ما نجيب خلينا إيه نروح على الصورة أفضل ونقول long capacities long capacities فقلينا هنا مثلا دي كلها long capacities and volume ماشي دي long capacities and volume الفكرة في إيه يعني يعني هي الفكرة الصورة دي بتاخد معاك وقت شوية عشان أنت تستوعب كل الفوليومز اللي فيها إحنا هنحدد volume اللي هو إيه دي كلها لما بتاخد شهيق في اللنج شهيق كامل خالص اللنج بتتملي كلها كده بتتملي خلاص ده لما بنعمل spirometer spirometer ده جهاز اللي بيقص التنفس يعني فلما أنت بتاخد شهيق كامل بتتنفس كده كامل بتمنى اللنج للآخر فكل أول حتة اللي هي inspiratory volume ده volume الأولاني inspiratory reserve volume الأولاني بعدين بعدين كده title volume الثاني وبعدين بعدين كده expiratory reserve volume الثالث وهكذا ده كله بيتملي تمام المفروض أن انت ما بتمناش اللنج للآخر يعني كده المفروض أن انت في النفس الطبيعي بتكون عند title بيسموه title ده الهادي خلاص title ده عن الهادي كده شهيق وزفير شهيق وزفير فطبا انت قاعد كده شهيق زفير شهيق زفير طبا انت بقى في title لو انت اخدت شهيق عالي بتطلع تخلي تمنى الفوليم ده اللي هو inspiratory reserve volume فلو اخدت inspiration طبا انت مليت خلاص كل اللنج وبعدين اخدت هديت في الطبيعي يبقى انت inspiration expiration 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 وهكذا طيب وانت طلعت بقى لو انت طلعت فضيط اللنج خالص شايف كل اللي فوق ده كل اللي فوق ده يبدأ يفضل كل من اول كل اللي حاجة اللي فوق الرزيد جوال ده كل ده كده يطلع يفضل لو انت اخدت زفير قوي قوي طلعت كل اللي في الرئتين طب هل ممكن تطلع volume الاخير ده اللي هو مستحيل ده ما بيطلعش من الرئتين ده بيفضل ثابت في الرئتين ده لو مش موجود في الرئتين هتلاقي الرئتين بتاعتك كأنها ايه فرقعت ما عادتش خلاص ما عادتش فيه رئتين خلاص فهو بقى بيقول لك ايه هو الحاجة اللي ما نعرف نقسها احنا بنعرف نقس الحاجات ده كل لان انت لما بتاخد بتعرف ان انت تقيسه خالص مستحيل انت تقيسه ماشي بيكون ثابت في اللونج لا بيتأثر بالشهيق ولا بيتأثر بالزفير ده بالنسبة للvolumeات بيجوا باي بقسموا كل volume من دول وبيسموهم في capacity معينة فالinspiratory capacity بتاخد اللي ايه الinspiratory reserve والtidal تدل ده اللي هو لهذا شهيق زفير شهيق زفير شهيق زفير فالاتنين مع بعض بنسميهم الinspiratory capacity لو انت اخدت شهيق كبير معناها ان انت مليت الinspiratory capacity صح طيب بيقوم جايين بقى واخدين الinspiratory ده لو انت طلعت كل اللي عندك فبتطلع الinspiratory والtitle والinspiratory reserve لو انت اخدت زفير كامل بتطلع الinspiratory reserve الطيدل والins بيقوم جايين بقى مسكين الinspiratory reserve volume مع الinspiratory volume يمسكوهم هما الاثنين كنا مع بعض ويحطوهم في الinspiratory capacity يبا دي capacity زي ما قلنا capacity بتمسك volume مع volume وتحطوهم مع بعض volume 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 او اثنين volume وتحطوهم مع بعض فالvolumين الاخير اللي هو reser volume والinspiratory volume بيحطوهم في functional residual capacity طب هل انت تقدر تقيس الفانكشنل residual capacity هل تقدر تقيسه هل تقدرش تقيسه ليه لاني في residual ده محدش بيجي ناحيته محدش بقى في روح ناحيته لانت تعرف تقيس residual ولا انت تعرف تقيس functional residual capacity اللي فيها اصلا residual ماشي وهي دي فكرة السؤال هو قال لك في السؤال هنا اني قال لك في السؤال هنا اني ال spirography ده اللي احنا بنقيس بالتنفس قال لك what indicator cannot be measured ايه ايه indicator اللي ما عرف نقيس ايه هو ال indicator في دول اللي ما عرف نقيس ه تقول له اي حاجة فيها رزاج جبه ما تعرف اس اي حاجة اي حاجة اللي هي الفانكشنا لسه شايفينها دلوقتي الفانكشنا لزاج جبه كباستي فيها لزاج جبه ده محدش بعرف اسو محدش بعرف ياخده شهيق اصلا لشان يقيس محدش راح ياخده زافية لشان يقيس هو ثابت في lung ثابت ما بتحرك ماشي طيب في السؤال دوت انت بتعرف ايه هي الب اللي هي الشيجة disease ودية الب الذي بينقل الذي هي triatomine triatomine bug بتنقل المرض دوت اللي هو الشيجة disease الشيجة disease فبيكون موجود المرض دوت في افريقيا وكده وبينطيل عن طريق الحشرة ديت اللي هي الب خلاص ممكن برضو انت تقول ايه ان انت لو عايز تعرف الاسبيسيز بتاعتها اللي هي la trypanosemiasis او la trypanosomus la trypanosoms ده نوع الاسبيسيز بتاع الاسبيسيز بتاع الحشرة اللي بتسبب لك الشيجة بس بتعرف اسم المرض اللي وال الحشرة اللي بتنقل المرض اللي هي la trypanosemiasis ديما كده بتعرف بعض الحاجات اللي بتنقل بتعرف مثلا المالاريا بتنقلك النموسى اللي بتنقلك المالاريا اللي هي الانوفلس تمام فبتعرف الحاجات اللي بتنقل الحشرات اللي بتنقل الامراض يعني طيب نيجي هنا في مسألة ال embolism ال embolism معناها انسداد صح كلمة embolism دي معناها انسداد فهو هنا عايز يعرف اين نوع الانسداد اللي حصل بيقول بيقول 50 year old woman was brought to the emergency department ودوها الاستقبال السلام بعد ما حصل حدثة فبالك بقى الترمتولوجيست دي diagnosed hair with multiple fractures يعني كان لها عندها كسور كتير multiple fractures لعندها كسور كتير of the lower extremities كسور تحت في الاطراف السفلي فراح بقى سأقالك في ايه قالك what kind of embolism انسداد اللي هيحصل is the most likely to develop الفكرة لانا بيحصل كسر وتكسر في العظم العظم بيكون في جزيئات الدهون ساعتها تبدأ تفرص وتنتشر في الدم خلاص يكون في جزيئات الدهون موجودة في العظم بتبدأ انها تنتشر في الدم تطلع من البون مارو وتبدأ تنتشر في الدم احيانا جزيئات الادبوس بتروح تعمل لك embolism تروح تعمل لك انسداد في الاوعية الدموية وساعتها كمان ممكن لو عملت انسداد ممكن يقول لك ان الراجل ده مات جاه هنا ومات عنده مثلا عنده مثلا heart failure حصل mycardial infarction مات لاني حصل انسداد في الاوعية الدموية في الاوعية الدموية مش وصل لها قلب فالقلب بدون دم هيبدأ يموت تمام طيب نيجي هنا في الفكرة اللي بعدها الناس قال هنا a 30 year old man with diabetes type 1 diabetes type 1 عنده السكر النوع الأول تمام احنا فيه ناس عندهم السكر وكده الخلايا بتبع عرفة تستخدم السكر ولا الخلايا بتعرف تستخدم السكر لو حد عنده مرض السكر الخلايا مش لايق سكر خالص السكر بقاعد في الدم طول النهار والخلايا بتعرف تستخدم ه فدلي بيحصل مع الناس لدي diabetes اللي عندها السكر فبيقول لك بقى the patient is الرجل ده ولكن التحليل revealed hyperglycemia hyperglycemia لو عنده السكر زيد جدا and ketonemia وكمان مش السكر بس زيد احنا السكر دي وعرفينها ما فيش مشاكل عرفين احنا السكر وعنده سكر فاكيد ايه فيك تبقى الكيتونemia ديت الفكرة ان الناس عندهم diabetes ما بيعرفوش استخدم السكر في قسمهم الخلايا مش لايق السكر السكر كله موجود في الدم فتبدأ الخلايا تعمل ايه تبدأ خلايا وتروح انها تعمل ايه تاخد طاقة من الكيتون bodies عارفين الناس لما حد يقول لك انا بيعامل ديت كيتو بياخد الطاقة بتاعته مش من كربوهايدريت بتلاقته تنهر عمال يأكل فات وبيأكل لحوم وكده بياخد الطاقة بتاعته من الكيتو acids كذلك الخلايا الخلايا في حالة الناس اللي عندها diabetes مش تلاقي السكر السكر كله في الدم فتروح تعمل الانرجي على ايه تعمل الكيتو acids تاخد ايه تعمل الانرجي بتاعتها من الكيتو acids تروح تحرق في الفات وتعمل كيتو acids خلاص فبيقول لك بقى metabolic disorder can be detected in this بيش هي أصلاً بتكون acidic فأكيد يحصل عندك acidosis صح يحصل عندك acidosis طيب هل هي حاجة اللي علاقة بالrespiration respiratory acidosis هل هنا مثلاً كان بتنفس كتير بتنفس قليل هل acidosis احنا عندنا ketone body فعرفنا ان هي acidosis طيب هل هي سبب acidosis اللي من ketone bodies ديت او بنسميه حتى ketone acid هل هي سببها ان في مشكلة في الrespiration مفيش اي مشكلة في الrespiration ده كلها حاجات تابعة الميتابوليزم جسمك بيبدأ ما يلاقيش سكر فيبدأ يروح يكسر الفاتس فياخذ من الفاتس يعمل منها الكيتون body خلاص فدي كلها حاجات في الميتابوليزم حاجات في الميتابوليزم طيب في عندنا بكتيريا البكتيريا دي بتكون من ضمن بعض خصائص البكتيريا انها بتفرز في جسمك الاكسوتوكسن في بكتيريا بتفرز لك الاكسوتوكسن وفي بكتيريا تانية بتفرز حاجات اسمها الاكسوتوكسن ماشي فالخلال اللي هي انوروبك اللي هي بتكره الهواء مميزة بانها بتفرز الاكسوتوكسن فهنا بيقول لك ايه بيقول لك typical manifestation يعني حاجة بتحصل دايما manifestation حاجة بتحصل symptom بتحصل كل البكتيريا اللي بتكون كولستريديم دي بتكره الهواء ماشي يعرفها دايما ان كل البكتيريا اللي فيها كولستريديم دي بنقو على بكتيريا لاهواء ايه بتكره الهواء خالص فالبكتيريا بتفرز لك مميزة بانها بتفرز اكسوتوكسن في الايه اكسوتوكسن في الدم تبدأ بتحدد ايه هو الايكسوتوكسن عارفين بقى انا بدأ احد دولك قالك البوتشلينيا عارفين الناس اللي هي بتروح تاخد البوتوكس للويش عشان تشيل التجاعدات اللي في الويش وكده اوى البوتوكس ده بيكون جاي من البكتيريا دي اللي هي الكولستريديم بوتشلينيا البوتوكس الفايدة فيه انه بيعملك ايه بيينهيبط المصل بيخليش يحصل تجاعدات في الويش ما يعملكش مصل في الويش فبينهيبط المصل نفس الفكرة مع الايه بس بقى هنا مش بس على التجاعدات لأ ده هنا بيروح يعملك مصل في الجسم كل بيخليك عندك مش قادر عندك مش عارف تتحرك خامل مش في ايه ايه العين ما فيعاش حركة النفس حتى ممكن ما يحصل ش في حركة وتموت ده فكرة في الويه البوتوكس زي يعزي البوتوكس بتعمل للمصل بتخليكش تعمل مصل لكن لكن طبعا بتكون ايه جنرل فبتكون في جسمك كله فقال لكن بيحصل لان المصلز اللي تتحكم في الرؤية بدأت تتأثر بيقولك abnormal functioning of swallowing يعني مش حالف يبلع الاكل طبعا ده كله بيحتاج مصل contraction العضوات بتاعت المضغ المستيكاتوري muscles دي محتاجة ايه محتاجة contraction وانت هنا بوتش بيميا معناها مفيش contraction كذلك اللي بريثنج مش هتعرف تتنفس ما انت محتاج لايه الدايا فرام مش الدايا فرام ده بيخليك تتنفس محتاج الدايا فرام فمش يحصل وهاكذا بيقولك بقى ده كله ناتج عن ايه بتقوله احنا عارفين ان البكتيريا دي بتفرز في الجسم exotoxin تفرز في الجسم exotoxin فالexotoxin بتاعها بيروح فين بقى بيروح فين بيروح على المصلز صاح بيروح على المصلز ويعمل لك كل الاعراض بالانت شفتها طيب الفيتامين بي وان الفيتامين بي وان اهم حاجة فيه انه في الميتابليزم بتاعته الكربوهيدريت لما انت بتكون عايز تكسر الجروكوز ما تعرفش ابدا تكسر الجروكوز لما مش عندك فيتامين بي وان خلاص ليه بقى لانه هو بيكون موجود بين انت بتعمل الجليكولوس وبين انت بتحول للكرب السيكل خلاص يبدي اول حاجة ان انت محتاج الفيتامين اي علشان تعمل ال الكرب السيكل وتحول تدقى تكسر الجروكوز يعني خلاص فهو مهم جدا في مسألة تكسير الجروكوز والميتابليزم بتاعت الجروكوز كذلك الفيتامين اي محتاج في عمليات ال دي fantastic كاربوكسيل 이것 AMB 6 بيكون هو طبعا الاهم لما بتلاقي الدي كاربوكسيليش ده العملية اللي بتحصل جهني جسمك بيحصل فيه بيحصل فيه بيحصل فيه فأنت تعرف كل انظيم بيأكتف انهي عملية ماشي؟ أنت تعرفها دايماً أن B1 بيكون مع الكيتو أسد Oxidative Decarboxylation بيكون مع الكيتو أسد Decarboxylation خلاص؟ بقية بقى الحاجات بقية Decarboxylation بتعرف أنها مع البي سيكس أو البردوكس الفوسفيت طبعاً لما تيجي لأسئلة البي سيكس هتعرفها بس تفتكر دايماً أن الديكار بوكسي لشن مع البي سيكس ولو تكلمنا عن الديكار بوكسي لشن بتاعت الكيتو أسد اللي هي بتاعت الكيتو أسد بتعرف أن أنت برضو الثيمين أو B1 خلاص؟ بقية الديكار بوكسي لشن بقى تلاقي كلها مع البي سيكس خلاص؟ طيب هنا بيقول أن الست دي كانت 30 year old woman developed the signs of virulism يعني ايه virulism؟ هو حطها لك وقت بين القسين قال لك body hair growth يعني عندها زيادة في الشهر فهي woman building temples يعني building يعني خلاص بدأ يحصل عندها صلع احنا فين البنات ما يحصل لش عندهم صلع ده شيء بيكون common مع الرجال disturbed ministry cycle الدورة الشهرية بدأ يحصل فيها مشاكل فبيسأل بقى بيقول ايه؟ بيقول what hormone can cause this condition when hyper produced طبعا بداية من أعراض النمو الشهر البولدينج الصراع دي كلها أعراض طبعا رجالة وكذلك الأعراض اللي هي بتاعت الستات بدأت تتأثر بدأت أحصل فيها disturbance فبتعرف أني مشكلة كده في الهرمونات المومن دي كان عندها زيادة كان عندها زيادة في التستسترون التستسترون ده اللي هو هرمون الزكورة صح؟ فلو زاد لو حصل فيه زي ما هو قال hyper produced لو حصل فيه hyper production فبتعرف أني هي بدأ يشكل لك الأعراض اللي هي ايه؟ البولدينج عافيحنا الناس لما أصلا لو حد بروح الجيم أو كده بياخد استرويدز أو كده بياخد تستسترون على الحاجات اللي هي هرمونات الزكورة وممكن يبدأ يحصل عنده زيادة في الصلع يبدأ يصلاعها دي كل حاجات تابع للجالة فطبعا مع التستسترون اللي هو هرمون الزكورة هرمون الزكورة ده سؤال في الهستولوجي بتعرف الambilical cord أو المشيمة ده الشيء اللي بيربط بين ايه؟ الشيء اللي بيربط بين الأم وبين الجنين بتكون عن طريق الحبل الايه؟ الحبل السري اه الحبل السري بتوع عليه الambilical cord خلاص فالambilical cord أو الحبل السري بيبدأ يربط ايه؟ بيبدأ يربط الامبريو أو الجنين بالأم خلاص وهنا بيتكلم لك في الهستولوجي بتاعة الambilical cord الambilical cord في أكتر من أسئلة بتعرف ان الهستولوجي بتاعتها بيكون فيه الورتنجلي الورتنجلي بتعرف ان انت مع الambilical cord خلاص مع الambilical cord كذلك الambilical cord بيكون فيها شوية يولكساك أو بقايا اليولكساك اليولكساك ديت ده اللي هي بتكون أول دم في جسمك بينه على اليولكساك فلو جدك سؤال قال لك ايه هو الفيرست بلد في جسمك بتقول الفيرست بلد هو اليولكساك بعد كده بقايا انت المشيما بتتكون وبتبدأ بقايا تاخد الدم من الام لكن في البداية خلاص الدم بتاعك بيكون اليولكساك خلاص عموما انت بس اهتم جدا ان الambilical cord ده اللي هو الحبل السري اللي بيربط بين الام وبين الجنين بين الماظر وبين الفيتس والهستولوجي بتاعته بيكون فيه جيري في الاكسترسيليار سبيس بتاعته خلاص طبعا هتلاقي حاجات تانية ان هي ميوكاس وكونكتف تيشو وحاجات زي كده بس اهم شي ان انت تعرف ان اليولك الورتن جيلي يكون فيه جيلي كده في الحبل السري وبقايا اليولكساك اللي هي اليولكساك دي اللي هي بتعمل لك او الدم في جسمك طيب في الدفثيريا في الدفثيريا دي بكتيريا بكتيريا مهمة جدا نبيل عليها سئلة كتير في الدفثيريا انت بتعرف احيانا بيسألك عن التوكسنز بتاعتها احيانا بيسألك على الخصاص الشكلية بتاعتها أحياناً بيسألك على الأمراض على الأعراض يتعمل لك إيه وهكذا هو هنا بقى بيسألك على حاجة في الخصائص الشكلية تمام؟ بيسألك على حاجة في الخصائص الشكلية بتعرف دايماً أن الدفتيريا دي بدايةً هي بيقع عليها الخانق خلاص؟ الدفتيريا بيقع عليها الخانق ليه الخانق؟ ليه أن هي بتروح توقف في الفيرينجز بتوقف في الحلق وبتروح في الفيرينجز وتبدأ تبدأ تكبر 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 بتعمل لك كده زي بتبدأ تعمل دي اتاتشمنت كده وتبدأ تفرز المواد بتاعتها وتاكل في الجلد لدرجة انها ممكن تسد خالص الفارنكس معاشي فعشان كده يسمونه الدفترية الخانق معاشي بعض الأسئلة يقول لك بتسبب ايه فتقول له بتروح في الفارنكس بتروح في الحلق وبتعمل فارنجايتس التهاب في الحلق هو انا ده بيسألك على خصاص الشكلية بتاعتها بتعرف تلخص الشكلية انها بتكون فيها ايه الفولتيني جرانيولز الفولتيني جرانيولز ده المورفولوجي بتاعتها الشكل بتاعها تحت الماكروسكوب فبيقول لك what morphological ايه خصاص الشكلية بنعرف بيها الدفترية تحت الماكروسكوب بتقول انها ايه الفولتيني جرانيولز لو قرأنا برسسؤال بيقول لك ان الطفل عند 6 سنين راح للدكتور والدكتور نوتست ايه لاحظ ايه جريش فيلم لقى فيلم كده متكون فين الفيلم متكون في الشايلد ستونسلس عند الليوز في الحلق فلقى في جريش فيلم موجود في الحلق تمام زي ما قلنا ايه بتقف في الحلق او في الليوز او في الفارنجس بتقف هناك الدفترية وبتعمل لك فارنجايتس بتعمل لك مشاكل كتير ماشي طيب الباراسمباسيتك عموما الباراسمباسيتك الباراسمباسيتك ده الجهاز اللي بيهديك بخليك تنام بخلي عينك تأفل بدل بريديكاردية وبتاكيكاردية وهكذا بدل هايبرتنشن يوب هايبوتنشن ده الجهاز اللي بيهديك خالص ماشي فبتعرف بقى ان لو في حاجة اكتفيته بتعرف الاعراض اللي هتحصل ماشي طيب ده اول حاج الحاجة التانية بالنسبة لباراسمباسيتك نيرفاسيستم تعرف ان النيرف ايه هو النيرف بتاع الباراسمباسيتك نيرفاسيستم ده الفيجس نيرف ده هو النيرف اللي جهاز العصب الباراسمباساوي بيشتغل عليه فالفيجس نيرف يروح لقلبك يهدي قلبك يروح للفسلز يهدي الفسلز يعمل هايبوتنشن يروح للسطمك بتاعة الأكل يقول لها حرك الأكل ويشتغل عشان إحنا بدينا نأكل فهو ده اللي مسؤول عن إيه؟ بيقوا عليها الرست والديجست خلاص الرست ترتاح والديجست تأكل لأمورك طيبة ما فيش مشاكل أما السمبلسيك نيرفا سيستن بقى هو بتاع بقى الفايت والفلايت الحرب والهروق بقى بقى هايبر تنشان والتاكيكارديا وهكذا طيب الباراسمبلسيك نيرفا سيستن بيشتغل عن طريق إيه؟ عن طريق الفيغس نيرف تماما عن طريق الفيغس نيرف فلو أنت ضربت الفيغس نيرف الفيغس نيرف هيتأكتف خلاص الفيغس نيرف هيتأكتف والفيغس نيرف طبعا بيكون موجود في المعدة أو الأمعاء هيكون موجود فيها فيغس نيرف ولا هيكون موجود فيها السيمباسيك نيرفاشن المعدة بتاعتك محتاج إيه؟ محتاج السيمباسيك نيرف السيستم؟ ولا محتاجة الباراسمباسيك عشان تهدم الأكل الجازة العصب المسؤولة عن الأكل والطعام والراحة والحاجات دي كلها المعدة هيكون فيها البورة سينباستك هيكون فيها الفيجس نيرف ماشي فده اللي حصل هنا بقى لفكية السؤال بيقول ايه بيقول ايه دورين زا سبورت سكومبتشن يعني كان فيه تحدي والبوكسر الواضي اللي بيرعب التحدي رسيفد استرونج بلو تو ذي ابدومين اه يعني اخد ضربة فين في مكان العصر بالفيجس نيرف بالابدومين اكتب الايه اكتب الفيجس نيرف ده المكان اللي موجود في الفيجس نيرف الابدومين والاستاميك يقول لك في الانتستاين الابيجاستريك ريجين بتعرف نوع اكتف ايه ضرب ايه ضرب البراسمباسيتك اكتف البراسمباسيتك ضغط على النيرف كده فالنيرف اشتغل فيقول لك بقى بعد ما البوكسر اخد اللي بلو يعني الضربة اخد اللي بلو في المعدة اللي حصل بقى يعني اول ما ده اخد الضربة في الابدومين اكتف ايه بقى الضربة دي الدربة دي اكتفة البيجاس نيرف البيجاس نيرف بتاع ايه بتاع البراسمباسيتك نيرف السيستم فحصل عنده هايبر تنشن ولا هايبو تنشن لا البراسمباسيتك هتعمل لك الدروب هتعمل لك هايبو تنشن خلاص طبعا بتبقى ايه خبطة فبيعمل تبقى بريف حاجة كده ايه لحظة كده بتعمل بريف فسببت النك اوت يعني خلاص الحكم صفر يعني فبتقول اني سبب الحوار ده كله استيميليشن اوف باراسمباسيتك نيرف السيستم استيميليشن اوف باراسمباسيتك نيرف السيستم ده بيكون السيناريو حصل كالقاتي واحد اخد الخبطة في الابدومين خبطة اللي في الابدومين اكتفة البيجاس نيرف البيجاس نيرف اكتف فبدأ يعمل الدروب في الابد بريشر فبدأ يعمل لك المشاكل تمام طيب اه هنا بيقول ايه بقى اه بيقول والله افتر سيفير استرس اه كان فيه سيفير استرس تمام بيقول لك اه يعني لما كان عنده استرس اللي حصل حصل عنده ازينو بينيا يعني حصل فيها بينيا الازينوفيلس دي خلايا فحصل عنده ايه اه حصلت فيها بينيا بينيا يعني نقص يجي اقول لك مثلا ثرومبوسيتو بينيا يعني نقص في الثرومبوسيت اه ازينو بينيا يعني نقص في الازينوفيلس بينيا ديت معناها نقص ماشي فبيقول لك بقى ان بعد ما كان عنده استرس وبعد ما وبعدين ايه لقوا ان ايه ازينو بينيا نقص في الازينوفيلس في البلد بقى لك بقى in this case the decreased number of ezenophils إيه اللي سبب الدكريز في الـ ezenophils بقى لك بقى can be explained can be explained changes in the level of the following hormone إيه بقى الهرمون اللي هيفصر هيExplain إن إحنا عندنا نقص في الـ ezenophils إيه هو الهرمون اللي بيسبب نقص للـ ezenophils ده السؤال بقى بتاعه إيه هو الهرمون بقى اللي هيكون سبب لنا الحاجة ديات اللي هي الإيه الـ ezenopenia نقص في الـ ezenophils فبتقول طبعاً إنه الإيه الكورتزول الكورتزول ده ده طبعاً بيكون إيه بيكون من ضمن الأعراض بتاعته إنه بين أصلك الـ ezenophils الكورتزول بين أصلك الـ ezenophils ماشي فكنا في البداية بنتكلم عن الكورتزول والكورتزول بيطلع من فين من الـ من الكورتكوليبران هو بقى دلوقتي إيه بيقول لك على الكورتزول ده بين ضمن الحاجات اللي بيعملها إيه بتقوله هو بيطلع في الـ ezenophils زي ما إحنا شفنا وبتقوله إنه بيسبب نقص في الـ ezenophils بيسبب نقص في الـ ezenophils ماشي آه جلو كورتكويس طبعا إحنا هنا تتكلم عن الكورتزول الله ينوح عليك دكتور منرالو كورتكويس ده اللي هو الألدسترون تسنوه دكتور منرالو كورتكويس ده اللي هو الألدسترون ده مرويش علاقة باللسترس صراحك ده بيبقى الدسترون اللي بيروح في الكيدني وبيسحب لك صوديوم وبعدين بعد كده آه يسحب الصوديوم فالصوديوم يسحب وراء مية فيزود لك نسبة المية في الدم نسبة الفلويت في الدم وهكذا ماشي لكن الجلو كورتكويس ده اللي احنا نتكلم عن إيه عن الكورتزول اللي بيعمل الـ ezenophils ماشي اللي الناس طبعا بتاخدوا لو عايزة تهدي الـ ezenophils عشانو كده آم طيب آم شوفوا هنا في الفكرة في السؤال آم ان احيانا نسبة الإيه نسبة الإيرثروسايتس في الدم بتبدأ تزيد ماشي نسبة الإيرثروسايتس في الدم بتبدأ تزيد احنا عارفين ان لو الإيرثروسايتس او خلاة دم الحمرة لو زادت لو قلت هنقول عندنا ايه حد يفوقنا كده يحصل أنيميا تمام لو زادت بقى نسبة الإيرثروسايتس بيحصل عندنا حاجة اسمها بولي سيثيميا خلاص يبقى الأنيميا عكسها البولي سيثيميا الأنيميا زيادة البولي سيثيميا الأنيميا نقص البولي سيثيميا زيادة ماشي فقوانا في السؤال قال إيه بقى قال إني 30 year old patients blood test revealed the following erythrocytes count كان في الستة خلاص الerythrocytes count كان في الستة مرتفع الerythrocytes مفروض يكون إيه في الرنج دوت ماشي في الرنج دوت من 2 ل 3 كأفريج يعني ويقال لك بقى هو واحد وكمان الهيموجلوب بدأ يتأثر نتيجة لكده بنزود دم على الفاضي فالهيموجلوب بدأ إيه يقل لشوية ويقال لك خلاص إنه هو عنده إيه الفاجس ديزيز الفاجس ديزيز ده اللي هي زيادة في إيه في الerythrocytes قال لك إني was diagnosed فبيقول لك بقى إيه name disease disease يقام بتوالي erythroid hyperplasia hyper يعني زيادة eplasia يعني في العدد فالأريثروcytes زادت في العدد زي ما شفنا هنا بقت ستة بعد ما هي مفروضكم من 2 ل3 يعني زيادة حلو الضعف وكمان بيقول لك إنه إنه كان إيه الفاجس ديزيز اللي هي النيوبلاستيك hyperplasia النيوبلاستيك طبعا الزيادة قد تكون إنها حاجة طبيعية أحيانا بتكون طبيعية ماشي لكن هنا قال لك إنه نيوبلاستيك نيوبلاستيك يعني كان فيه إيه زي ورم خلص زي ورم عشان كده قال لك الفاجس ديزيز ده بيكون بيحصل في الفاجس ديزيز ده بيكون بيحصل فيه ورم بيؤدي إلى زيادة العدد الإيرثروسايتس لكن أحيانا زيادة الإيرثروسايتس بتكون طبيعية مثلا السبت الحامل أحيانا بيتزيد فيها فبيحصل عندها بوليسايثيميا أحيانا الناس اللي بيكونوا عايشين في الجبال مرتفعات عالية بيحصل عندهم زيادة في الدم فبيحصل عندهم بوليسايثيميا لكن هنا كانت إيه أولا مرتفع جدا الضحف وهو قال لك اسم المرض اللي هو الفاجس ديزيز فبتقولني هي نيوبلاستيك يعني ورم إيرثرويد هايبر إيبليجيا نيوبلاستيك إيرثرويد هايبر إيبليجيا طيب في السؤال ده مية باسبعين دي كلها أسئلة بتتكلم على الميكانيزم أو المودة في إنهيرتينس يعني ايه يعني في بعض الحاجات بتنتقل عن طريق إن هي كومبليمنترين ترأكشن في بعض الحاجات بتنتقل عن طريق كومبليت دوميننس في إبستيس في إيه بوليمري في أوفر دومينس فالحاجات دي كلها بيتاخدها مع بعض بيتميزهم عن بعض خطس فهنزل لكم على طول حاليا يعني على الواتس اوب شرح ليها كلها يعني المجمعة لإيه الحاجات اللي هي الموضف إنهيرتن صغير الدومنين حاجات اللي هي البوليمبا دي والملط بالأليلزم والحاجات دي كلها فانتو خضوهم مع بعض هتوب بقى أحسن يعني معاشي طيب احنا كده خلاص تمفوض ان احنا هيكملوا بقى ان شاء الله بكرة مع الجدول بإذن الله احنا كنا فقرين بس النهار دا ان احنا نبدأ 175 دكتور اتفضل دكتور طيب سمحتوا الفينيس مش هجروب بعد واتس اوب عشان واتس اوب جروب مكتمل فمش بقى برأي ممتاز اه فممكن تبعط عن تليجرام احسن يعني وبعط لكم الواتس اوب اللي هو فاضي برضو بينزع لي اللينكات كل يوم يعني مشكلة ان انا جدا هتخد عليه ما بعمل لي سجري اه تمام اللي هو رقم تلاتة انش عارف الله اللي هو اللينك التوال موجود على التليجرام طيب خليك معايا برضو سبعين يا بعت لك اللينك دلوقتي شوف دا كده دلوقتي التالت يعني الفاضي على الشات وصل او اوصل الى دكتور تمام دخلت كده صح تمام دكتور تسلم تمام دكتور بالتوفيق هل هنضع اي سبصرات او كده تسلم تسلم دكتور شكرا الف شكرا انا سمحت وابكرا يبقى في ميتين او لا لا اه بيكون كل يوم ان شاء الله كل يوم تقريبا الجمعة جمعة جازة تقريبا يعني في يومين اجازة واجهد وعطوا بينزل كل يوم يعني الاسبوع سامنشو انا سلام عليكم